السلام عليكم جميعا في فيديو جديد تتعدد الحضارات والثقافات في مختلف بلدان العالم ولكل ثقافة وحضارة عادات خاصة تميزها عن غيرها ومنها اختلاف عادات الزواج التي تعتمد على مجموعة من العادات والتقاليد الخاصة بكل قبيلة وشعب من هذه الشعوب وفيما يأتي معلومات عن مجموعة من أغرب عادات الزواج حول العالم هيا لنبدأ ولنبدأ بقبيلة فالكيغا وفي هذه القبيلة لا تستطيع أي فتاة أن تتزوج إلا إذا أحضرت لخطيبها عقلتين من أسبعين من يد أمها اليمنى ويعد هذا دليلا على قبولها للزواج منه جزيرة جاوة إحدى أكبر الجزر الإندونيسية التي يتوجد بها السكان تطلب الحكومة من الأشخاص الراغبين في الزواج تقديم 25 ذيل فأر للحكومة ولذلك لكي يتمكنوا من إصدار رخصة الزواج يعود هذا التقليد إلى حاكم جاوة وهذا كان في محاولة للقضاء على الفئران التي تهدد محصول الأرز تجبر العروس الملتحقة بقبيلة تودا أثناء مراسيم العرس بالزحف على يديها وركبتيها حتى تصل إلى العريس ويبارك العريس عروسه بوضع قدمه على رأسها وترتدي المرأة خاتم الزواج في أصابع القدمين وفي سورما إحدى القبائل الإثيوبية تخلع الفتاة الأسنان السفلية وتثقب الشفاة السفلية قبل موعد الزفاف بفترة ثم تدخل قرصا من الطين في فمها وبعد مدة يتم تغيير قرص الطين بآخر أكبر قطرا وهكذا حتى يحين الزفاف وكلما كان قرص الطين ذا قطر أكبر زاد المهر لأنه يمثل المستوى المادي لأسرة العروس ومن تقوص الزواج في الإسكيمو أن يقوم العريس بشم رائحة العروس فإذا أحب رائحتها تزوجها على الفور أما إذا كانت رائحتها سيئة هرب منها بسرعة ويحق للرجل في الإسكيمو تبادل زوجته مع جارة وله الحرية المطلقة في أن يعير زوجته لصديقه الأعزب كدليل محبته له عادة ما تتبع العروس حمية أو نظاما غذائيا قبل موعد الزواج وذلك حتى تبدو رشيقة وجميلة ولكن في موريتانيا تم كسر هذه القاعدة ليكون أغرب عادات وتقاليد الزواج هي أن تحاول العروس قدر استطاعتها أن تبدو سمينة قبل موعد الزواج وكلما زاد وزن العروس كلما حصلت على زوج ذو حال ميسور ويتم على الفور إرسال العروس قبل الزواج إلى مخيمات تدعى مخيمات الدهون وذلك حتى يزيد وزنها قدر الإمكان في غينيا تقوم العروس بالسباحة في بركة ماء وهي عارية تماما أمام جمع من الرجال فإذا قدم لها أحدهم ثيابا تكون قد أعجبته على الفور فإذا قبلتها والتقطتها يكون هو زوجها أمام الجميع ومن عادة الزواج في ملايو أن الرجل إذا أحب فتاة فإنه يأتي ويمكث وينام في بيت الحبيبة بعد موافقتها ويبقى ويعيش معها مدة عامين دون أن يمسها فإذا راقت له خلال هذه الفترة التجربية عندها توافق عليه وتتزوجه في نيجيريا إذا ظهرت العروس في أجمل طلة قبل موعد الزفاف بوقت قصير أو بعده لأول مرة فعندئذ يحق للزوج أن يعيدها إلى منزل والديها من أراد الحصول على وليمة العرس فربما يفاجأ بطقوس الزفاف في جزيرة بالي الإندونيسية والتي لا يحضر فيها مراسم الزفاف سوى النساء فقط ولا وجود للرجال في هذا الحفل لأنهم يأخذون قصة من الراحة بعدما قاموا بإعداد العديد من الأطباق لتأكلها النساء في بعض أجزاء الهند تنتقل فتيات الرغبات بالزواج في الهند رجلا تراه مناسبا لها وتوسعه ضربا على رأسه وظهره وذلك بواسطة العصى وبرأيها الرجل الأكثر تحملا للضرب هو الذي يستحق التزوج بها أما في نامبيا وهي إحدى الدول الإفريقية ترتدي العروس حجابا بدلا من القبعة المخصصة للعروس ويسمى إيكورا ويصنع من جلد الماعز ويفرك بالقطران والشحوم ومغرة حمراء وهو حجر يستخرج منه صبغ أحمر بني مصفر وتستعمله العروس في طلاء جسدها بالكامل يرتدي الزوج في كينيا بعد مرور شهر على الزفاف الزي النسائي نعم الزي النسائي ليدرك ويعي المسئولية الواقعة على عاتق المرأة وكم هو صعب أن يقوم بدورها في الحياة أما في أحدى مناطق الأمازون في أمريكا الجنوبية يسرق العريس قبل سبع ليال من الزفاف أكبر عددا من دجاجات القرية ويذبحها كلها لاحقا يقوم بطبخها وأكل رؤوسها ويرمي بأرجل الدجاجات على فراش عروسه وفي قبيلة جوبيس شمال أفريقيا تجبر العروس على ثقب لسانها ويمرر العريس خيطا فيه فإذا أكثرت العروس من الكلام والثثرة فيما بعد يشد العريس الخيط شدة واحدة وأعتقد أنها كافية لإسكاتها وإلى أغرب العادات والمعتقدات عند بعض القبائل ففي بعض المناطق الهندية التي تولد فيها النساء أثناء اجتماع كوكب المريخ وكوكب زوحل وذلك أسفل المنزل السابع اعتقادا سائدا أن هذه الفتاة ستسبب الموت المبكرة لزوجها أما في قبيلة داني في غنيا جديدة يعبر العريس عن حبه لزوجته عن طريق قطع إصبعه وتقديمه لها وفي حال توفى الزوج على الزوجة أن تقطع أصابع يدها هي أيضا وتقوم بدفنها معه تعبيرا عن وفائها له أما في اسكتلندا ويوجد أغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم وهو أن تبدو العروس في أقبح صورة لها وتقوم صديقاتها بإلقاء القمامة والبيض المتعفن عليها حتى تظهر العروس وهي في أبشع صورها والمغزى من وراء هذا التقس الغريب في الزواج هو أنه إذا كانت العروس قادرة على تحمل كل هذه الأشياء فإنها سوف تستطيع أن تتحمل مسؤوليات الزواج أما في جزيرة تاهيتي فتضع المرأة وردة خلف الأذن اليسرى إذا كانت تبحث عن حبيب وتضع الزهرة خلف الأذن اليمنى إذا وجدتها أما في جزيرة ترومبريان الواقعة بجوار غنية جديدة من يرغب في الزواج فعليه الغناء مع زوج المستقبل من نفس القبيلة أمام بقية أعضاء القبيلة وذلك في احتفال عام وبعد هذا الحفل يعقد القران والزواج ونأتي إلى أصعب وأطرف العادات التي تحدث في الصومال وهي أن يقوم العريس بضرب عروسه يوم الزفاف أمام الحاضرين ليعلن للجميع أنه صاحب الكلمة في البيت وفي اليابان تقوم قربة العروس بطلائها باللون الأبيض من وجهها حتى قدميها ويرمز ذلك إلى كونها عروسا عذراء وترتدي الكيمونو الياباني الأبيض وكذلك غطاء للرأس بنفس اللون وما يسمى بقرون الغيرة تعبيرا عن مشاعرها تجاه والدة زوجها إضافة إلى إعلانها بأنها ستكون زوجة صالحة ومطيعة يكون ثوب الزفاف هو نفسه الكفن الذي تكفن به الزوجة عند موتها وفي إندونيسيا تصبغ العروس أسنانها باللون الأسود وتغسل قدمي زوجها أثناء حفلات الزواج كدليل استعدادها لخدمته طيلة حياتها كما يحظر أيضا على العروس أن تطأ رجلها الأرض أثناء انتقالها من بيت أهلها إلى بيت زوجها ولذلك يجبر والدها على حملها من بيته إلى بيت عريسها على كتفيه وذلك مهما طالت مسافة الطريق ومفهوم ليلة الزفاف في ألبانيا مشروط للغاية بضرورة أن تقاوم المرأة حديثة الزواج الأرواح الشريرة والتي قد تسكن منزلها بأن تقوم بأداء الوجبات الأسرية لمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليال متواصلة وذلك بهدف إبعاد تلك الأرواح الشريرة وأيضا في مجموعة التيغونغ من بورنيو الشمالية وتعد ثالث أكبر جزيرة في العالم وعدة هذه الجزيرة أن يمنع العروسان من دخول الحمام لمدة ثلاثة أيام بعد الزفاف وهذا يشمل عدم التبول أو الاستحمام لاعتقادهم أن هذا التقليد سر نجاح الزواج ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا يتناول العروسان سوى كميات صغيرة من الشراب ويخضعون لمراقبة شديدة من قبل أفراد الأسرة أصدقائي لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات أي من هذه العادات أثرت فيكم بشكل كبير ولا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك الأحمر ثم قم بتفعيل جرس الإشعارات حتى تتلقى باستمرار المزيد من الفيديوهات الجديدة والمثيرة للقناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر